اشتركوا في القناة لا تشغل مباراة بروك في دوري الابطال حيزا كبيرا من تفكير زيدان خاصة بعدما حسمته له لدور 16 في الجولة الماضية بحسب صحيفة اسبورت الكتالونية فان ثني الجهة اليسرى مرسل وفيرلاند مندي خارج رحلة فالانسيا وكذلك ايدن هزارد المتوقع غيبه حتى العام المقبل نفس الامر بالنسبة لجارث بيل الذي غب عن مباراة اسبانيول يدرس زيدان ايضا عدم الدفع بلعب الوسط البرازلي كاسيميرو الذي يملك اربع بطاقات صفراء وفي حالة حصوله على البطاقة الخامسة لن يشارك ماما برشلونة ويفكر زيدان في الاستعانة بلعبه البودلة مع تغيير طريقة اللعب لكن ذلك لن يكون سهلا في ظل عدم وجود ظاهر ايسر يعتبر ناتشهر رانداز الاقراب لشغل مركز ظاهر الايسر ما لم يتعرض لأي انتكاسات خلال تدريبات هذا الاسبوع يملك زيدان خيارا اخر هو الدفع بكارفخال على الجهة اليسرى مع الاعتماد على اي من ميلتا وودريزول على الجهة اليمنى لكن المشكلة تكمن في ان اودريزول لم يشارك في اخر تسع مبارية ومن الصعب الدفع به في مثل هذه المبارية المهمة اما بالنسبة لكاسيميرو فلا يملك زيدان رفاهية عدم الاستعانة به امام فالانسيا بسبب كثرة الغيابة في قائمة الفريق وبالتالي سيغامر ويدفع به اساسيا من البداية املا في ان يخرج دون بطاقات في ظل عدم وجود هذارت سيتعين على زيدان الاستعانة بكارفبال حال استعادة لياقته هذا الاسبوع ومن غير المرجح عدم اشراكه امام بروغ في دوري الابطال حتى يضمن جهزيته لمبارتي فالانسيا وبرشلونة منح خامس رودريغس صنعي العاب ريال مادريد الاسباني ضوال اخضر لادارة نديه من اجل دراجه في صفقة تبادلية مع بولبوكب نجم منشستر يونيتد الانجليزي قالت صحيفة دالستار الانجليزية يبدو ان خامس البالغي 28 عاما في طريقه للخروج من ريال مادريد بعد فشله مجددا في اقناع مدربه زيندين زيدان اضفت الصحيفة خامس ظهر فقط في تسع مباريات مع ريال مادريد هذا الموسم حيث تعرض للاصابات في مناسبات عديدة تابعت ريال مادريد يسعى للاستفادة من خامس قبل ان تقل قيمته المالية حيث ينتهي عقده بعد موسم ونصف في صيف 2021 اوضحت يتطلع ريال مادريد لاغراء مانشستر يونيتد بتقديم خمس بالاضافة الى مبلغ ماليه من اجل التخلي عن بوكب الذي يراه زيدان كقطعة مفقودة في خطة الميرينجي وتمت يود خرخ ماندز وكيلو خمس ان ينضم موكله الى وولفر هامتون الا ان اللاعب يفضل الانتقال الى مانشستر يونيتد سخيرت صحيفة الموندو دو بورتيفو الكتالونية من البلجيكي ادن هزار جانحي فريق ريال مادريد بعدما قدم الالماني مارك اندريا ترشتيغن حريس مرمى برشلونة تمريرة حاسمة في مباراة ريال ميوركا بالدورية الاسبانية شتيغن صنع هدفا سجله غريزمان في انتصار برشلونة على ميوركا بخمسة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامبنو ضمن لقاتل جولة السادسة عشر من الليجة الهدف سجله انتوني غريزمان بعد تمريرة طويلة من المرمى خرجت من اقدام الحارس الالماني وصلت للمهاجم الفرنسي سددها في الشيباك معلنا عن الهدف الاول لا تعد تلك هي المرة الاولى التي انجح فيها ترشتيغن من صناعة هدف هذا الموسم حيث فعل ذلك من قبل في مباراة ختاف في كرة سجل منها لويس واريز هدفا قالت الصحيفة عن اشتيغن ساخرة من البلجيكي هزارد حارس مرمى برشلونة صنع هدفين بينما هزارد صنع واحدا فقط اضاف تيرشتيغن على الرغم من كونه حارس مرمى لكن صنع هدفين هذا الموسم اكثر من لعبين اخرين ثقيل الوزن مثل ايد هزارد وانهت الصحيفة تقريرها قائلة البلجيكي يتمطع بخيارات لاحصر لها لكن في الوقت الحالي العلماني لديه تمريرات حاسمة اكثر منه يذكر ان هزارد يغيب عريال مادريد مؤخرا حيث يعاني البلجيكي من اصابة بشرخ في قدمه اليوم سلطت صحيفة ماركا الاسبانية ضوء على الهششة الدفاعية لنادي برشلونة في مسابقة الليجة الاسبانية هذا الموسم البلجرانا تمكن من استعادة صدارة الليجة مجددا بعدما قاد ليونال ميسي حامل اللقف في الموسم الماضي للفوز على ريال مادريد بخمسة اهدف لهدفين في اللقاء الذي يقيم على بلعب الكاملو وقالت الصحيفة في تقريرها عن دفاع البلجرانا رغم مساهمة ليونال ميسي في فوز برشلونة على ميوركا لكن لا تزال هناك علامات استفهام حول الدفاع تؤرق الفريق ومدربه اوضحت دفاع برشلونة استقبل ثمانية عشر هدفا هذا الموسم خلال اربعة عشر جولة في الليجة حيث لم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة سوى في مبارتي ختاف واشبيلية واتلاتيكو مادريد حيث يتلقى الفريق هدفين على الاقل كل خمس مباريات اضافت الصحيفة لحصن الخض بالنسبة لبرشلونة ومدربه ارنيستو فالبيردي فان هجوم الفريق يتفوق على الهشاشة الدفاعية حيث تمكن ميسي والهجوم من احراز واحد واربعين هدفا حتى الان وانهت الصحيفة تقريرها مشيدة بالدور الذي يلعبه ماركا اندريا ترشتغن هذا الموسم مشيرة الى ان التصديات التي يقوم بها الحرس الالماني قللت من حدث المشاكل التي خلقها دفاع الفريق هذا الموسم يسعى نادي توتنهام الانجليزي لتعاقد مع مدافع نابولي خاليد كوليبالي في العام البقبل تحديدا خلال موسم الانتقالة الصيفية القادم رغم تحقيق ديوك الفوز في اربعة مباريات من اصل خمسة تحت قيادة المدرب الجديد جازا مورينيو في الدوري الانجليزي الا انهم استقبلوا ثمانية اهداف يرغب توتنهام في حسم صفقة دفاعية نظرا لوجود شكوكا حول مستقبل ثنيتو بالدار فيرالد ويان فيرتونخين حيث لم يوافق على تجديد عقده ما حتنان ذكرت شبكة الديماسكويرا الاسبانية نامورينيو حثا ادارة توتنهام على ضم مدافع فريق نابولي خاليد كوليبالي في العام الجديد يعد كوليبالي واحدا من ابرز المدافعين في قارة اوروبا وارتبط في وقت سابق باكثر من نادر مثل برشلون وريال مادريد ومانشستر يونايتد وأوضحت أن مسؤولي توتنهام بدأوا بالفعل مفاوضاتهم مع نظرائهم في نابولي لبحث امكانية حسم صفقة المدافع السينيجالي عام 2020 ولنتقل القيمة المالية لصفقة كوليبالي عن مئة مليون جنيه استرليني أفادت أحدث التقارير الصحفية الواردة نادي أرسنال الإنجليزي بات قريبا من تعيين مدير فني جديد خلفا لمدربه أوني أمري المدير الفني السابق للغانارزا بحسب شبكة جول العالمية عبر مصادرها الخاصة فإن المدرب الكروتين كوكوفاتش المدير الفني السابق لنادي بايرين ميونخ العلماني يرغب في العودة للتدريب من جديد عبر بوابة أرسنالا كوفاتش تمت إقالته من تدريب النادي البافرية الشهر الباضي بعض الهزيمة أمام انترخت فرانكفورت بخمسة أهدف لهدف الجولة العاشرة من الدوري العلماني أفدت الشبكة ناكوفاتش ووكل أعماله شهداء في ميرسي السعيدة حيث تواجد في ملعب جوليانسون بارك في مباراة تشيلسي وإيفيرتون التي فاز فيها الأخير بثلاثة هدف لهدف أثار تواجد كوفاتش في ملعب إيفيرتون التكهلات حول إمكانية خلافته للبورتغالي ماركوس الفا الذي يقيل من الفريق لسوء النتائج لكن مصدرا مقرب من المدرب الكروتين فذلك وأوضحت الشبكة العالمية أن كوفاتش سيتواجد في لندن من أجل مشاهدة مباراة أرسنال ووستهام يونيتد التي ستقام مساء الأثنين في ختام الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وأكدت أنه على الرغم من نفي كوفاتش لرغبته في تدريب نادي إنجليزي وأنه يتواجد في بلاد الضباب لمشاهدة المباراة فقط لكن طبقا لمصادرهم فإن المدرب صاحب الثامنة والأربعين عاما يرغب في تدريب أرسنال حيث تواصل ممثل مدرب بايرين بينخ السابق مع إدارة الجانرز في ظل بحث نادي اللندني عن مدرب جديد عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك ما هو الحل الأمثل لزيدان لتفادي أزمة الغيابات شاركنا برأيك شاركنا برأيكها شاركنا برأيك اشتركوا في القناة